اشتركوا في القناة بعنوان مقياس الرسم الجزء الاول سنتعلم اليوم بمشيئة الله حل مسائل تتضمن مقياس الرسم تمهيد يبلغ طول خالد في الصورة ستة سانتيمترات بحيث كل واحد سانتيمتر في الصورة يعادل ثمانية وعشرون سانتيمتر في الحقيقة هل تستطيع معرفة طول خالد الحقيقي إذن لدينا صورة لخالد وطوله في الصورة يساوي ستة سانتيمترات بحيث كل سانتيمتر واحد في الصورة يعادل ثمانية وعشرون سانتيمتر في الحقيقة والمطلوب معرفة طول خالد الحقيقي بذلك طول خالد الحقيقي يساوي ستة ضرب ثمانية وعشرون وتساوي مئة وثمانية وستون سانتيمتر مثال مسألة خرائط ما المسافة الفعلية بين مكة المكرمة وجدة الخريطة المجاورة لدينا مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة المقياس للخريطة واحد سانتيمتر على الخريطة يساوي أربعة وعشرون كيلو متر مسافة فعلية المطلوب من السؤال معرفة المسافة الفعلية الخطوة الأولى استعمل مصطرة السانتيمترات لإيجاد المسافة بين المدينتين على الخريطة باستخدام المصطرة وقياس المسافة بين المدينتين على الخريطة تساوي تقريبا ثلاثة سانتيمترات الخطوة الثانية اكتب تناسبا باستعمال مقياس الرسم وهو واحد سانتيمتر تساوي أربعة وعشرون كيلو متر ولتكن فتمثل المسافة الحقيقية بين المدينتين فبكتابة التناسب على الخريطة واحد سانتيمتر وكذلك ثلاثة سانتيمترات على الخريطة وذلك بقياس المصطرة واحد سانتيمتر من المقياس على أربعة وعشرون كيلو متر وثلاثة سانتيمترات على فاء وهي المسافة الفعلية بين المدينتين والمطلوب إيجادها باستخدام الضرب التبادلي واحد ضرب فاء وأربعة وعشرون ضرب ثلاثة واحد ضرب فاء بفاء وأربعة وعشرون ضرب ثلاثة تساوي اثنان وسبعون بذلك المسافة بين المدينتين تساوي اثنان وسبعون كيلو متر تقريبا المثال التالي لمسألة أرضيات مخطط إحدى الأرضيات مقسم إلى مربعات طول ضلع كل منها نصف سنتيمتر ما الطول الفعلي للأرضية إذا لدينا مخطط لأحدى الأرضيات كل مربع فيه بنصف سنتيمتر المطلوب معرفة الطول الفعلي الطول على المخطط كل مربع بنص إذن نصف واحد واحد ونصف اثنان المقياس المقياس نصف سنتيمتر يساوي متر إذن بكتابة التناسب التناسب الفعلي المرات المرات إيجاده نصف ضرب سين وواحد ضرب اثنان ضرب تبادلي إذن نصف سين تساوي اثنان بذلك فإن سين تساوي اربعة إذن الطول الفعلي للأرضية يبلغ أربعة أمتار المثال التالي مسألة خرائط على الخريطة المجاورة أوجد المسافة الفعلية بين مدينتي أبوظبي والعين استعمل مصطرة للقياس المطلوب من الخريطة المجاورة معرفة المسافة الفعلية بين مدينتي أبوظبي ومدينة العين مقياس الخريطة واحد سنتيمتر يساوي أربعين كيلو متر مسافة فعلية فالخطوة الأولى لدينا باستخدام مصطرة وقياس المسافة بين المدينتين وتساوي تقريبا ثلاثة سنتيمترات ثم بكتابة التناسب واحد سنتيمتر تساوي ثلاثة سنتيمترات على الخريطة واحد سنتيمتر من خلال المقياس تساوي أربعين كيلو متر ثلاثة سنتيمترات المطلوب معرفة كم تساوي مسافة فعلية بالضرب التبادلي واحد ضرب سين وأربعين ضرب ثلاثة واحد ضرب سين بسين أربعين ضرب ثلاثة بمئة وعشرين بالتالي فإن المسافة الفعلية بين مدينتي أبوظبي والعين مئة وعشرين كيلو متر مثال مسألة مخططات استعمل مخططة البركة المجاور علما بأن طول ضلع كل مربع ربع سنتيمتر إذا لدينا مخطط بركة كل مربع في المخطط بربع سنتيمتر المقياس للمخطط ربع سنتيمتر في المخطط يساوي متران طول فعلي السؤال الأول ما العرض الفعلي للبركة لتحديد لتحديد العرض للبركة بعد المربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وكل مربع طول فعلي يساوي متران إذن الأرض الفعلي للبركة يساوي ستة ضرب اثنان وناتج ذلك يساوي اثنى عشر مترا السؤال الثاني ما الطول الفعلي للبركة بعد المربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع مربعات في المخطط وكما ذكرنا كل مربع يساوي متران طول فعلي إذن الطول الفعلي للبركة يساوي سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر مترا تقويم مسألة جغرافيا أوجد المسافة الفعلية بين مدينتي مسقط وصلالة استعمل المسطرة للقياس مقياس الخريطة واحد سانتيمتر يساوي مئة وسبعين كيلو متر فاصل ابدأ الحل الخطوة الأولى تحديد المسافة بين المدينتين مسقط وصلالة باستعمال مصطرة للقياس وتساوي خمسة سانتيمتر ونصف تقريبا الخطوة الخطوة التالية هي كتابة التناسب واحد سانتيمتر من المقياس تساوي خمسة ونصف سانتيمتر وهي المسافة على الخريطة واحد سانتيمتر على مئة وسبعين كيلو متر من خلال المقياس يقابلها صاد وهي المسافة الفعلية بين مدينة مسقط وصلالة باستخدام الضرب التبادلي واحد ضرب صاد ومئة وسبعين ضرب خمسة ونصف واحد ضرب صاد بصاد ومئة وسبعين ضرب خمسة ونصف تساوي تسعمائة وخمسة وثلاثين بالتالي المسافة الفعلية بين مدينتي مسقط وصلالة تساوي تسعمائة وخمسة وثلاثين كيلو متر تقريبا تقويم ما الطول الفعلي للصالة في مخطط الشقة السكنية المجاور إذا علمت أن طول ضلع كل مربع هو ربع سنتيمتر إذا لدينا مخطط الشقة سكنية والمطلوب معرفة الطول الفعلي للصالة بحيث أن كل مربع هو بربع سنتيمتر وأن المقياس واحد سنتيمتر يساوي أربعة أمتار فاصل ابدع الحل أولا بإيجاد الطول على الخريطة كل مربع بربع إذن واحد ونصف واحد سنتيمتر مقياس تساوي واحد ونصف سنتيمتر الطول على الخريطة واحد سنتيمتر على أربعة أمتار من خلال المقياس فا تمثل الطول الفعلي للصالة بالضرب التبادلي واحد ضرب فا وأربعة ضرب واحد ونصف واحد ضرب فا بفا وأربعة ضرب واحد ونصف تساوي ستة بالتالي فإن الطول الفعلي للصالة يساوي ستة أمتار تعلمنا اليوم مقياس الرسم وتم في بداية الدرس عرض استعمال مقياس رسم الخريطة وتلا ذلك شرح لاستعمال مقياس المخطط شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر